الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أي آمنوا وشهدوا الشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم لأنهم صاروا مسلمين إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى متفق عليه قولوا حتى يشهدوا أي أقاتلهم إلى أن يشهدوا الغائية هذه إلى غاية أن يشهدوا ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال له فليكن أول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بالصلاة والزكاة هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالأهم ثم المهم صلوات ربي وسلامه عليه هل يكفي أن يؤمن دون النطق بالشهادتين أو قال يؤمن بقلبه هو مصدق بقلبه ولم ينطق بالشهادتين لا يكفيه ذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن النبي صادق وأنه على دين حق ولكنه لم يقر لم ينطق بالشهادتين أبا أن يقول الشهادتين فلم ينفعه ما يعتقده بقلبه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينطق بلسانه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وإلا فقد قال أبو طالب في الشعر المشهور عنه وَدَعَوتَنِي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وَدَعَوتَنِي وَزَعَمْتَ أَنَّكَ نَاصِحِي فَلَقَدْ صَدَقْتَهِ يقول للنبي فَلَقَدْ صَدَقْتَهِ وَكُنتَ قَبْلُ أَمِينًا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لو لا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينة فبين أن الذي يمنعه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والنطق بالشهادتين هو الحياء من الناس والعياذ بالله الحياء من الناس بل جاء في بعض الروايات أنه قال في كتب التاريخ أنه قال إني أستحيي إذا سجدت أن ترتفع إستي على رأسي يعني يكون رأسي في الأرض ومقعدتي في الأعلى كبر هذا الكبر هو الذي منعهم من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومصداق ذلك كله قول الله تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قوله أمرت أن أقاتل الناس القتال في الإسلام ليس غاية لذاته الجهاد ليس غاية الجهاد وسيلة لتحقيق غاية ما هي الغاية أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى فإذا لم نحتج إلى الجهاد الناس مسلمون نجاهد من ما في أحد نجاهده فليس الجهاد غاية في حد ذاته كالعبادة وغيرها وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية وسيلة ليعبد الله وحده سبحانه وتعالى ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الجيش كما في حديث بريدة يقول إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله فإنهم قالوها يعني قالوا الشهادتين فأمرهم بالهجرة كانت الهجرة في البداية واجبة قال فأمرهم بالهجرة فإنهم أطاعوك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وإنهم أبوا الهجرة فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيئي حق فإن أبوا ذلك فأمرهم بالجزية يدفعون جزية مقابل بقائهم على دينهم فإنهم أبوا فاستعم بالله وقاتلهم فالقتال إذن ليس مقصودا لذاته ولا مطلوبا ابتداء وإنما القتال لمن يمنع دين الله تبارك وتعالى من الانتشار فلا نقاتل الناس من يدخلهم في الإسلام كما قلنا في الأمس فالإسلام غني عن المرتزقة لا يريد مرتزقة ولا يريد منافقين وإنما الجهاد فرض كفاية ووسيلة وليس بغاية في ذاتها الشهادتان كما في الحديث فإنهم قالوها يعني الشهادتين عصموا مني دماءهم وأممان فالشهادتان تعصمان ولذا المنافقون يعيشون بين المسلمين لا يقتلون ولا تأخذ أموالهم لماذا؟ لأنهم شهدوا الشهادتين نطقوا الشهادتين وإن كانوا في قلوبهم منافقين لماذا؟ لم نؤمر بالتنقيب عن قلوب الناس قلوبهم إلى الله والله حذرهم وتوعدهم فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولكن نحن نعاملهم بما يظهرون ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس إنما أعاملنا لا يظهرون لا يشق عن قلوبهم صلوات ربي وسلامه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم خيبر قاتلهم أي اليهود على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن فعلوا ذلك عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أخرجه مسلم لو امتنعت جماعة عن تطبيق الشريعة أهل بلد مثلا منعوا الزكاة أهل بلد منعوا الصيام أهل بلد منعوا مثلا الصلاة امتنعوا عن شريعة من الشرائع يقاتلون على هذا تقاتل الجماعة الممتنعة قال الله تبارك وتعوى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزى قوما ينتظر إذا سمعوا الأذان كفوا عنهم وإذا لم يسمعوا الأذان أغاروا عليهم فدل على أن إقامة الشعائر هي العاصمة من القتل قوله إلا بحق الإسلام حق الإسلام هو الذي جاء في حديث ابن مسعوب في الصيحين وسيأتينا لا يحل دم دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك الذي دينه المفارق للجماعة فهذا معنى قوله إلا بحقه الإسلام أي من يعني وقع منه شيء يبيح دمه كالقاتل والجاسوس والمفسد في الأرض وزان المحصن وغير ذلك من الأموك ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قوله وحسابهم على الله حسابهم في سرائرهم على الله إذ هو المطلع وحده على ما في القلوب من كفر ونفاق وغير ذلك فمن أخلص في إيمانه جازاه الله تبارك وجزاء المخلصين ومن لم يفعل ذلك أجري عليه في الدنيا أحكام المسلمين لن نعامل الناس بما يظهرون وفي الآخرة يأتيه العذاب من علام الغيوب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى